صباح الخير عليكم يا شباب طبعا يعني أنا جاي بقلي كم يوم كده كنت مسافر بس كان عندي مع مريض سفر ورجعت مبرح الصبح يعني فطبعا قدت اليوم كله نوم في فيديو نزلته كده يعني واحنا مسافرين سواجة مكان واحد صديق يرقص وكلام ده المهم يعني يا دوبك كنت بفتح اللعبة كده أقلم بقى الحاجات اليومية والكلام ده وبقفل على طول مش مش بكمل يعني يعني ما كنتش فاضي مبارح طول اليوم طبعا مقضي نوم اتفاجئت طبعا ان انا جيت بفتح الحساب بتاعي زي ما انتو شايفين كده عن طريق الفيسبوك فشل تسجيل الدخول يرجعات المشاهدة اهو مش بيجيب لي كده خالص يعني ممكن ما فيش انترنت ياريت يكون الرسالة اللي جات لي غلط يعني ياريت يكون فشل تسجيل الدخول بسبب الانترنت يعني اهو دي الرسالة اللي جات لي سيتم حزر حسابك بسبب مخالفة القواعد يفتح في خمسة اتناشر الفين ونساعتاشر الساعة احداشر ونص لانا طبعا لسه فاتح من شوية اللي هو احداشر ونص ده تقريبا يعني البريد الالكتروني كذا 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 طب انا اتحذرت ليه انا مش فاهم ايه القواعد المهببة اللي انا خلفتها يعني انا مش فاهم برضو يعني في ناس لعبت معي او شافوا لعبي اه مش مش خارج يعني ولا انا محترف ولا انا بلعب بهاكر ولا انا اي حاجة خالص يعني اتحذر حسابي ليه مرحبا دعني اعرف ما المشكلة بالتفصيل وكيف يمكنني تقديم المساعدة حتى اتمكن من مساعدتك فاقرب بقى تمامك فانا كتبت لهم لماذا تم حزري لم اكن بفعل اي شيء خارج لقوانين اللعبة يمكنهم كما راجعت ذلك جيدا اذا سمحتوا ردوا لتقديم المزيد من المساعدة من اجلك يرجى الرد على زي الرسالة بكل تفاصيل المتعلقة بالسؤالة قلت لهم تم حزر لمدة عشر سنوات دون اي سبب معلوم وصرفت اموال كثيرة جدا في اللعبة وطم حزري هزي سرقلاء اموالي بيقولولي هنشوف المقالات اللي تساعدك لماذا تم حزر حسابي انا اخترت دي اخترت رأي انا بحاجة لتحدث مع شخص ما قبل ان ابدأ اكتب البريد الالكتروني بتاعك كتبته مرحبا ايها الجندي يرجى اختيار خيار ادنية لمتابعة طلبك اذا كنت استخدم حسابا اخر اتصال بنا بدلا من حساب المحزور في الاتصال بنا باستخدام الحزاب الذي تم حزره يا عم انا متناقل بكلمك من حسابي لا اعرف لماذا تم حزري من اجل ضمان بيئة بيئة لعبة عادلة سيراقب نظام مقافحة الجش لدينا دائما سلوك اللاعبين في اللعبة بصرامة سيتم معقابة اي انتهاكات للقواعد والا الكلام الراجي الكتير قوي دي اللي هو استخدام اي ادوات الجش في اللعبة استخدام اي برامج المكونات الاضافية اي تغيرات في بيانات ملف العميل بشغل ايرغانوني مباريات الفريق مع زملائه في فريق الغش عدة مرات المهم يعني حاجات كتير اوكب بينها طبعا انا مفيش انا اساسها ما لعبتش بقى لي كم يوم يعني يعني حتى التقييم بتاعي على ما اتذكر يعني ماسي تقريبا اي في او ماسي في حاجة كده مش اللي هو حد خارق يعني ومستخدم هاك وخارب الدانية اذا حدث انتهاك للقواعد بعد اختلاق حسابك من سمى تأثير على اللعبة او حقوق اللعبين الاخرين فسيتم تطبيق العقوبة على حسابك بغض النظر عما قام باستخدامها نتعذر عن اي ازعاج تسببه ونشكرك على تفاهم انا طبعا كتبترهم لم اخالف اي سلوك للعب نهائي وطبع حظري برجاء ارجاع حسابي في اي وقت اسرع وقت لو سمحتم رجعوا حسابي مرة اخرى لما اخترق اي قواعد للعبة ليتم حظر لقد صرفت امانا كسير على هذا الحساب ارجوكم ارجعوا حسابي برجاء الرد السريع لماذا تم حظري وانا لما اخترق اي قواعد للعبة وطبعا اعملت لهم سكرين للزفت يعني انا بعتلهم السكرين متأخر لانا طبعا يعني الصدمة مش عارف انا حسيت اني في حاجة غريبة فبعتلهم الخاص بالااا اللي هما بعتوه لي ده اا اللي هو البان العشر سنين لحد خمسة اتناشر ده على مش عارف ادي ايه اا فقلتلهم هيا القوانين اللي هتي خلفتها وسأطلبكم قانونيا بكل مواري اللي هتي ازرقتها وحظرتها حسابي لم اقوم باي انتهاك للقواعد تم حظر حسابي هل تحذرون عملاقكم دون اسباب مقنعة وحقية هل بصورة يتم حظر الشخص وضيع حسابه دون اي اسباب برغم انه كان بيصرف اموال طقال على اللعبة لماذا لاي يتم المراجعة مرة اخرى تحقق من هزا الشخص فعلا اخترق القوانين ام لا يعني حاجة زي الزفت يعني مش فاهم بصراحة انا مش فاهم يعني انا بقى لي كام يوم مرعبتش اصلا يعني انا بقى لي كام يوم مرعبتش خالص تقييمي مش واو يعني مش خارج ولا 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 اعداد القتلى اللي انا بعملهم ولا اي حاجة خالص الناس فيه ناس معانا هنا في القناة لعبوا معاي وشافوا الاكاونت بتاعي وشافوا ان انا لعب عادي يعني مش محترف حتى يعني مش مش الهو كل شوية بقتل في الناس وبعمل اي جيم كتير بطلع فيها زيرو كل وجيم بطلع فيها بكلية واحدة كليتين اا كتير ده اكتر الجيمات شوفوا معدل القتلى عندي قد ايه يعني مش كتير واحد وحاجة يعني لم يتعدل الواحد وحاجة اتحذرت ليه انا مش فاهم ايه لي مسجز زي دي ليه مش فاهم برضو انا ملعبتش ولا جيم بقى لي فترة يعني انا مش فاهم والله يا لو حد حل يعني يقول لي او حد حصل بمعنى نفس المشكلة قبل كده وبردو ما كانش عامل حاجة يقول لي ما عرفش بصراحة انفض لام اللعبة دي ولا اعمل ايه يعني بصراحة يعني انا كل شي ايه بدوس يمكن اربعة عشر ثانية اردو انتظر عشر ثواني يعني هنتظر بس اتنايا لا يفتح يعني مش فاهم بان ليه عملتلكوا ايه انا ايه انا انا سافرت تلت ايام ورجعت ايه اللي انا اعملته خرق للقوانين يعني خمسة اتناشر الفين تسعة وعشرين ايه الهبل ده انا مش فاهم ده كمة التخلف يعني نوضع ساخن تبليغ مش عارف ايه نشروع مراتك الدرس نشروع مراتك الدرس ساعدني نزلك يا انا دوس طالت انا كمان ساعدني ايه وزفتي يا الله يا خرب بيوته لعم ما ساعدني ايش هاي زركة مش هعرف الله يعني انا مش هعرف انا بعتنوا من الرسال انت وشايفينها دي ده اللي قدام اللي انا عملته انما الرجال اللي انت زره متين ستة عشرين سنين ما بيعذبوني ولا انا مش فاهم بصراحة متين ثانية ايه وزفتي يعني بمغهم متين وسبعتاشر سنة كبل تزغير الدخول وفي الاخر يولد اتم حضر حسابك عشر سنين انا مش فاهم والله يعني حجة زي الزفت عالصبح ما اعتقدش ان انا يعني هلعبها تاني يعني انت شوف طبعا الحساب بتاعي وشوفتو الحساب بتاعي متكلفات دي ولا مستخدم زفت هكر ولا مستخدم خرا ولا نيلة وبنتضرب والهكراء بينفخونا في الجيم بنت ازاي انا مش فاهم يا وياريتني حتى كنت بلعب انا بقالي تلت يام مسافر بقالكم اكيد تلت يام اربع تيام مش بتشوفوني بافتح اللابة اصلا خدت باني ازاي انا معرفش بان عشر سنين ده اختراق قوعد اللابة ايه زفت قوعد اللابة انا معرفش ده دخلت على اليوتيوب كده قريب برضو ان في ناس اه حصل معها نفس الموقف ورجع لهم حسابهم انا معرفش يعني الرسالة دي عادية يعني انا اقول ما راجي لي اقول ما راجي لي رسالة زي دي هذا الرسالة دي عادية مثلا حصلت مع الناس كلها وبيقولولهم انتو بنتوا عشر سنين ولا ولا ده استهبال ولا ايه بالزبط انا معرفش ولو حد عنده طريقة ارجع بها الحساب يبلغني يعني مش عارف استنى المية ستة عشر سانية دول ولا في الاخر برضو يعني مش عارف اصلاح طب امسح الدانية دي كلها واعد من الاول اللابة امسح اللابة وسطبها مش عارف معظم معي اما عطقتش ان ده حل يعني تم تنزيلها اتنزيل موارد مجددا بعد الاصلاح دي مش موارد دي مش مشكلة ده 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 حذر ده الشركة اللي بعتلي امسح دي بالحذر اخر تسعين ثانية بقى استناهم وانتو لو في حد عنده حل موضوع ده او حصل بمعنى المشكلة دي قبل كده او حلها يبلغني ولا كده شكرا الحساب يعني اي حد بيتعملوا بان كده وخلاص يعني تسعة وخمتين ثانية اتنين وخمسين ثانية سبعة واربعين اي لو جتلي بنفس الشكل ده تاني يعني انا في الفيديو طبعا كنتوا ردوا علي بقى هل في حل الخارة ده ولا سوري يعني في حل الموقف الزبالة اللي انا فيه ده طبعا انا اكيد زعلان على حسابي يعني يعني اكيد انتم رأيين انا قدي زعلان على حسابي بقى اكيد شفتوا الحساب بتاعي يعمل ازاي حساب فيه خمس اسلاح متورة وما صرف عليه كتير جدا صرف عليه كتير جدا كتير جدا يعني يعني اكيد خسارة اكيد مش هفتح اكاونت من الموسم العاشر يعني وانا عندي اكاونت من الموسم التاني ولا التالت وفيه كل الاسكنات وكل الحاجات دي ومصروف عليه المبالج دي كلها هفتح حساب جديد عمل باي يعني بجرب اوه سوف تخبير نفس الرسالة طيب اوكي انا اقفل الفيديو انتو لو عندوكوا لو عندوكوا حل واسف لو كنت متعصب انا بتكلم بس اكيد انتو شايفين يعني الموقف اللي انا فيه عمل ازاي هستانى تعليقاتكم بقى هستانى تعليقاتكم بقى هستانى تعليقاتكم وشوفكم على خير باي باي المترجم للقناة